السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبايب قلبي عاملين ايه احلى خط في الدنيا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا عنها يا جماعة عليها افضل الصلاة والسلام تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة هنعمل مكارونة باللحمة وجلش باللحمة وتعالوا معي نمشي الخطوات ايه واحدة واحدة كده وبالراحة اول حاجة انا عندي حلة هعمل فيها تسبيكة بتاعة المكارونة ومقلاية هعمل فيها اللحمة المعصجة وسمحوني لو مش مركزة يا جماعة بصوا هنا بقى هنجيب ايه البصل ده للحمة تمام كده اهو طبعا انا مولا عن مرز زيتي يعني دفي وهنزل كمان بالبصل بتاع المكارونة تمام كده اهو ماشيين واحدة واحدة مع بعض انا اسفى جماعة لو صوتي تعبين سمحوني او صوتي مغير غزبة عني تمام كده هنقلب بقى لغاية ما البصلة تدبل بتاعة اللحمة انا مش عايزها يتغير لونها انا عايزها تدبل بس هي والبصلة بتاعة المكارونة ما بحمرش البصلة قوي تمام دلوقتي البصلة بتاعتي اهي دبلت بتاعة اللحمة هروح نزلة بالااا باللحمة واروح جايبة بقى ايه البهارات عليها كده هنحط حبة من بهارات اللحمة بصوا جماعة حبة زيارين ازاي عشان كتر البهارات بتسود اللحمة انا مش عايزها وبتغير طعمة حبة من الحبة هنا المطحون احنا ماشيين خطوة خطوة مع بعض وهنجيب حبة فلفل اسمر حبة فلفل اسمر يعني زيادة شوية عن البهارات التانية وهحط الملح بتاعها تمام كده هي كانت في الفليزر فانا هقعد ايه هي باشت شوية بس يعني لسه شوية هتفكة على النار هنا بقى بقلب في البصل بتاع المكارونة يعني عايزة تنجزي اعمل يعني ولاعي النار على المتجاز مع الحاجة مع بعض هتخلصي الحاجة مع بعض شايفين اللحمة متجمدة ازاي? كده هاي? هجيب بقى البصلة دبلت جبت حتة التوم انا بحب اعمل المكارونة بالتوم والبصل بتبقى تحفى يا جماعة جربوها بالطريقة دي التوم يبدأ بس ريحته تتغير معي هنشوف هنعمل ازفا يا جماعة برضو اسفا اسفا هنا بقى اخر حبة صلصة عندي حطته وهقلبهم تقليبة مع البصلة هجيب بقى البهرات بتاعت المكارونة حطها مع السلصة واللي وصل للمرحلة دي حط اللايك هحط الملح حط اللايك يا اخت انتوية عشان تشجعيني حتى ان انا استمر على الفيديوهات دي انا اسف يا جماعة الزور يتعيبني جدا والله يبصوا يصوتوا مش عارف انا مش عارفة اسجل الصوت من كتر ما صوت يتعيبني بس هعمل ايه بقى بس انتو شجعوني وحطوا لايك انا مش عارفة متشجعينيش لفيديوهات الطبقة هنحط الفلفل لاصمر انا ما بحطش للمكارونة غير ملح وفلفل لاصمر بس ما بحطش اي بوهرات تانية تمام كده اللحمة هي بتفك معي بحاول اقلبها وافكها شايفين اللحمة يا جماعة لو زودتولها بوهرات لونها بيبقى سود وطعمها بيتغير عن اللحمة هي كده بوهرات خفيفة كله يقولي سلامتك يا بنت يا شيوش ونزلت بعصير الطماطم عايز اقول لكم ان انا كنت بطبخ وانا على اخري انا متعودة اصفي الطماطم ما صفتهاش اليوم ده كنت بطبخ وانا لسه التعب داخل علي وما كنتش قادرة فارجعوني بقى يا حبيبي وحطوا اللايك بالله عليكم واشتركوا في القناة ولو عجبكم الفيديوهات دي قولولي لو مش عجباك وقولولي ما تعملهاش تاني يعني كده وان شاء الله هبقى عملكو فلوكو بس المشكلة ان احنا في الشتة يا جماعة احنا في الشتة محدش بيخرج في الشبه يلا يا جماعة كده اللحمة ايه بن فكها كده بقى اللحمة تغسجتها هي وبقت جاهزة معايا وزي الفل عايز اقول لكم طعمها حكاية وزي ما قلتلكم شوفوا انا بورها لكم فتحة ازاي? تمام? هنا بقى تعالوا بقى نعمل الجلاش مع بعض. بصوا بقى انا بحب اجيب الجلاش اللي هو البلدي. اللي هو بيتبع ايه? في الفرن مش بيتبع في بتاع المصانع. ستقوني بصوا طازة وجميل ازاي عايز اقول لكم بيطلعوا حبة جلاش ولا مقطع ولا في اي عيوب ولا اي حاجة. طبعا انا بحب اساوي الجلاش بتاعي مقاس الصانية. فانا هجيب الصانية اللي هعمل فيها اهو واقسم الجلاش. الحتة هي بصوا شايفين? شايفين ولا مش شايفين? لو مش شايفين قلولي. يعني اغير ووضح واعمل كل حاجة عشان خطيركم. بقى قطعوا هو على مقاس ايه? الصانية كده انا حددت هروح اطعوه. مقاس الصانية. عايز اقول لكم وحيات ربنا وحيات ربنا كانوا حبة جلاش يا جماعة يستهلوا وبقوكو. والله العزيم الكل كان مبسوط منهم لدرجة بعد الاكل كمان بقى ايه ناخد منه من حلوته? كاننا بنأكل حاجة حالو. والله يبقى يقولولي ده احلم البتزا. جبا انا مش حطة في الزتون ولا جبنة ولا حاجة. هو جلاش. بس اعايز اقول لكم طعمه كان خرافة. هنا بقى انا بقسم ورقة الجلاش نصين يا جماعة. بعدي الورق بتاعها عشان احط نص في الصانية من تحته ونصها بعد ما احط اللحمة من فوق عشان تبقى قد بعضية. كده انا عديت الجلاش تقريبا تمانية من تحت وتسعة من فوق او تسعة لأ تسعة من تحت وتمانية من فوق في الحدود دي يعني. كنت عديته. فلو فيه ورقة زيادة بروح حطها ايه? بزود الرقة اللي تحت مش اللي فوق. كده بقى دي سمنة بلدي انا بحب اعمله بالسمنة البلدي. آآ لازم ادهن الصانية حلو. لو مدهن تجي الصانية الجلاش هيلزق في الصانية. دهنها حل. كل احلى جلاش. وتسلم ايديكم اللي هيجربها تسلم ايدي وعنيه. بسوا كده دهن الصانية. هنعمل ايه بقى? هنحط آآ رقة من الجلاش. بصوا في ناس بتحط رقتين. في ناس بتحط نص الجلاش وتقط وحط السمنة من فوق الوش. بس انا بحب الطريقة دي. ليه بقى? بتطلع الجلاش مورق. وتاني حاجة ما ارمش. انا بحب الجلاش ما ارمش مش طري. تمام كده? ايه دهنة بسيطة بقى. يعني هنا بقى انا تقريبا يعني الفرشة هتشوفه كأنها ما فهيش. يعني دهنة خفيفة مش مش بغرقها سمنة عشان ما تبقاش كلها سمنة. واتديقنا واحنا بنكون شايفين? انا بنفض حتى الفرشة في في المقلاية. تمام كده? هبدأ بقى ايه? اخلص الرقة اللي تحت اللي انا عدتها تسع ورقات كلها بنفس الطريقة دي. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني? كده انا خلصت التسع رقات. هجيب بقى الورق اللي انا قصها. هقسمه برضو. حطه نصه. فوق الطبقات اللي تحت. وبعدين اروح بقى ايه? نزلة باللحمة. بصوا كده. كده اهو. انا بعيد طبعا دول اللي حطيت حوالي اربعة. هحطت اربعة تاني. او كده يعني ايه? بزبط ايه? الدنيا. علشان الصينية. لما تسويها من تحت ومن فوق بتبقى طالعة مصبوطة وجميلة. اه. قولوا لي سلامتك. قولوا لي سلامتك يا جماعة. قولوا لي سلامتك. انا تعبنة والله. حبيب قلبي احلى اخوات اللي هيشجعوني باللايك. انا عارفة ان في ناس معايا في كل حاجة. سواء فيديو طبق. سواء فيديو تحدي. سواء فيديو اكل والله العظيم. وكلامكو فوق راسي واخواتي وحبيبي ربنا يخليكو ليا وما يحلمنيش منكو ابدا. طبعا الراقة اللي فوقها اللحمة انا مدهي انتها السامنة. تمام كده? كده انا فرشت اللحمة فوق الجلاش هبدأ بقى احطه فوقها برضو بقيت الرقة المتقطعة. تمام كده? المتقطع بس. مش مش السليم. السليم بقى فوق المتقطع. كده بكمل الورق كله بنفس الطريقة دي كده هو. اللي هو متقطع. هدهن بقى. واول ما ما يخلصوا. هروح عاملة ايه? حتى بقى الورقات بتاعة الجلاش. الحمد لله يا رب. اه اه يا شوشو اه. هنا بقى بندهن اهو. انا اسفة جماعة والله رازم ما قادر اتكلم من صوتنا اسفة سمحوني. هنا هكمل بقى بقى الورق اللي فاضل كله. طبعا اهم حاجة تحفظي عليها ان اول ورقة فوق في الصينية تكون سليمة عشان ما تيجي تقطعي. لو الورق عندك متقطع لكننا زي ما قلت لك انا جاي بقى بلدي فبيبقى ايه? الورق سليم. هنا بقى هقطعيها التقطيع اللي تعجبك. انا هقطعها مربعات كده. شايفين يا جماعة? وعايز اقول لكم معلومة حلوة اوي 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 انا عن نفسي بحبها. وجربوها وقولولي ايه رأيكم? انا ما كانش عندي لبن وانا بعملو الجلاش. والله العظيم ومش اول مرة انا بحب اعملو كده. فكان عندي لبن نيدو. احنا في هنا في مصر بيدونا لبن نيدو مع التموين. التموين ده اللي هو ايه? يعني ازا ستين زيت كسن سكر بيحطوا ايه? مع لبن نيدو كده. فانا كان عندي لبن نيدو ما كانش عندي لبن عادي. فروحت غالية مية وحطت لبن نيدو وصبتها تبرد. دلوقتي حطيت حوالي تلات اربع معلقة ملحة على كوبية اللبن. وحبت فلفل اصمر. انا بحب بقى لبن نيدو في الجلاش اكتر من لبن البلدي بتاعنا والله العظيم تحفة. وبحبه في الكيكة برضو اكتر من لبن العادي. انا ما باكلش الكيكة باللبن العادي. انا باكل الكيكة بعملها بلبن نيدو. صدقوتي بتبقى تحفة تحفة تحفة. وانا عاملها معكم قبل كده في روتين الكيكة برضو بلبن نيدو. كده بحط كوبية اللبن. انا سبت حبا ما شوفها. ببدأ ايه اوزع اللبن في الجلاش برضو. في ناس بتحط بيضة. عايزة تحط البيضة جميلة. بس انا ما بحطش بيض. يعني اتعودت اعملها من غير بيض. بس لو وجربتها بالبيض هي هي ما فرقتش. بس انا مش بحط بيض. تمام كده? انا بعملها بلبن بس. وعلى الفلفل اصمر وحبة الملح. والملح تلات تتبع معلقة صغيرة من بتاعت الشاي او نص معلقة. اه في اللبن. عشان ما تطلعش ايه حدقة. هو الجلاش طبيعي ما بيبقاش بيبقى يعني في نسبة حدوقة كده. تمام كده خلصنا. هجيب بقى السمنة. بصوا هعمل ايه? هرش بالفرش. هنطور السمنة كده. فوق الوش بس. يعني مش سمنة. هي كده ايه? حوالي يعني اقل من معلقة سمنة فوق الوش. شايفين? كده نقط فوق الوش. هدخلها الفرن بقى. ونكمل الماكارونة. كده الماكارونة بتاعتها التسبيكة هي بعد ما خلصت. والماكارونة انا سلقاها. عارفين البشاميل يا جماعة مش بنسلقها تلات تربع سلقة كده عشان ما تبقاش مهريقة هي دي نفس الوضع. تلات تربع سلقة. وبخلي سوس الماكارونة مش تقيل قوي يعني في نسبة ايه? يعني خفيف. مش خفيف ومش تقيل في الوسط. عشان لسه ايه? هتستوي في الفرن. تمام كده? لو اخدت بقى وقت زيادة في الفرن اكتر مسلا ايه? من آآ يعني اتقعد لها حوالي ايه? تلت ساعة في الفرن ومحمرتش من فول وش باشغلها الشواء. هنا جبت بتاعي. حطت فيه نص الماكارونة. كده. وهنحط بقى اللحمة زي البشاميل زي طبقات البشاميل بالزبط ما بنعملها. بس هنا من غير بشاميل. عايزة اقول لكم احنا بنحب الماكارونة دي اكتر من ماكارونة بالبشاميل. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هو جات كده معي صدفة محمد. قال لي مو ما نعايز اكل باستة. قلت له باستة مين دي يا ابني? قال لي باستة قلت له يعني مين باستة دي تعرفها منين? قال لي يعني ماكارونة باللحمة. قلت له لا تعالى بقى نعملها ايه? صانية كده ونحط اللحمة المفرومة ونعملها ماكارونة مقرمشة. واسمها ماكارونة يا حبيبي مش باستة. قال لي خلاص يا ماما ماكارونة ماكارونة بس ناكل وخلاص. حبيب قلبي احلى اخوات في الدنيا. قلبي يقول لي باستة وانا بتاعت باستة يا جدعان. اهو يقول ماكارونة عشان احنا فهمه. العيال دول بيطلع منهم حاجات غريبة. هنا بقى حطنا اهو رصنا اه فردنا اللحمة. انا بحب يا جماعة بصوا. يعني ما اجي افرد اللحمة على جلاش احب اعملها بالتساوي. ما احبش حتة كده وحتة كده. اللحمة مفروضة زي ما الكتاب قال. مين زي كده? هنا بقى خلصنا فرد اللحمة هو. هنروح جايبين بقى بقى المقارونة كده. والروح ده الانها على على الطاجن او البيريكس او اي حاجة زي ما تقوله او الصينية او اي حاجة زي ما تقوله اقوله. المهم يعني هو بيتعمل في صينية يتعمل في طاجن يتعمل في بيريكس. المنمي في الاخر ايه? بيطلع الموضوع طحفة. هنا بقى هفرد المقارونة واروح مدخلها الفرن زي ما قلت لكم. تلت ساعة او حاجة واروح لو ما احمرش الوش ادخل اشغل لها الشوية. احنا بنحب الوش بقى محمر ومقرمش وبصي ما اقولكيش. ولو حطت لها حبة شطة. يعني حبة هريسة شطة كده وانت بتعملي البصل والطوم. يا لهو ابتاخدك في سكة تانية خالص. والله العزيم بجد. بس للأسف للأسف احنا كلنا مبنوعين من الشطة. فيلا بقى ناكل من غير الشطة ونخليها علينا. كده بقى شايفين صانية المقارونة. ولو هجبكم الفيديو يا جماعة بالله عليكم تحطوا اللايك وتتفرجوا عليه كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى خد في الدنيا.